اشتركوا في القناة وقام جلالة الملك المفدى الرئيس الاعلى للجامعة واسمو رئيس الوزراء المقر واسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة قرب حلول عيد الفترة السعيدة دعينا الله عز وجلان يعيده على مملكة البحرين وهي ترفل بالعز والمنعة مشهيدا بالدعم والمساندة الذي تلقاه المسيرة التعليمية في المملكة من لدن القيادة الحكيمة لبلدنا العزيزة كما هنى رئيس أعضاء مجلس الأمناء رئيس جامعة البحرين وجميع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية فيها بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة بنيلها شهادة الاعتماد الأكاديمي المحلي الذي صدر عن مجلس التعليم العالي مؤخرا بعد إجراءات تقييمية ضمن معايير ومؤشرات دولية حيث أكد المجلس أن مثل هذا الإنجاز جاء بعد جهود حتيثة بدلتها الجامعة لتبلغ هذه المرحلة وخلال الاجتماع عرض رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة أمام مجلس الأمناء تفاصيل التقرير السنوي لتقييم الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة وخطتها الاستراتيجية كما طمأن المجلس على الاستعدادات الجامعة لاستقبال دفعات جديدة من الطلبة في بداية العام الأكاديمي القادم حيث أكد على أهمية توفير أفضل الخدمات بحسب الإمكانات المتاحة وقد كلف المجلس إدارة الجامعة بإعداد دراسة تتضمن طرح برامج ماجسير في العلوم والعلوم الصحية كما أنه في إطار تطوير الجامعة فقد قرر المجلس أن ترفع الجامعة دراسة جدوى عن برامج أكاديمية جديدة واستحداث كليات جديدة مثل كلية للطب بعد دراسة كافة الجوانب والمتطلبات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة